وعن تطورات عمليات إطلاق القمر الصناعي المصري الجديد نايل سات 301 ينضم إلينا الزميل محمود سعيد من فلوريدا محمود بعد التحية إليك نحن الآن نعمل لمصر نحن الآن نغطي هذا الحدث العالمي لمصر لأنه إنجاز واحتفال لعدد من الإنجازات التي أضيفت إلى إنجازاتنا المصرية وهو إطلاق القمر الصناعي 301 هذا القمر المتطور الذي نقف أمامه الآن يعني يظهر خلفي الآن وسنذهب لكم بالصورة الآن لأنه الأهم الآن هذا الصاروخ الذي يحمل القمر الصناعي المصري هو صاروخ فالكون 9 أو فالكون 9 هذا الصاروخ المتطور من قاعدة سبيس إكس الفضائية أو مركز سبيس إكس الفضائي هذا الصاروخ المتطور يستطيع أن يطلق الأقمار الصناعية إلى الفضاء ويعود مرة أخرى سالما آمنا في مكانه فهذا من الإنجازات الأخرى التي أضيفت أننا نستخدم أو نتعاون مع شركة سبيس إكس الأمريكية في خروج هذا القمر الصناعي هذا القمر الصناعي أيضا له تعاون كبير مع شركة تاليس ألينا الشركة الفرنسية التي تعاونت معنا على مدار أربع أقمار صناعية يعني في التصنيع فقط لمدة سنتين وفي الإدارة لمدة أربع سنوات مع شركة تاليس ألينا هي المصنعة لهذا القمر الصناعي 301 القمر 301 كما ذكرنا هو قمر متطور يختلف عن قمر 201 و101 و102 بأنه يحمل عدد أكبر من الترددات أو القنوات القمرية تصل إلى 38 قناة قمرية بالإضافة إلى خدمة البودباند القوية خدمة الإنترنت التي تصل للمناطق النائية وتخدم المشاريع القومية المصرية إذن فهو إنجاز كما نقول أضيف للإنجازات المختلفة التي تقوم بها الإدارة المصرية والحكومة المصرية والقيادة المصرية على مدار ثماني سنوات أيضا إذا تحدثت عن الأهمية الاستراتيجية لهذا القمر الصناعي فهو يغطي مساحة أكبر بدلا من أنه كنا نغطي فقط منطقة الشرق الأوسط والشمال الإفريقي الآن نصل إلى القرن الإفريقي والجنوب الإفريقي لتغطية الشعب الإفريقي والوصول بسهولة للشعب الإفريقي بعد الدور المصري الكبير والتعاون مع الدول الإفريقية فهذه أيضا من أهم الميزات الأخرى الموجودة في هذا القمر الصناعي بالإضافة إلى الوصول لمناطق أبعد نستطيع أن نصل فيه اكتشافات الغاز والمشروعات القومية كما ذكرت من قبل إذن ننتظر الآن هذا الصاروخ فالكو ناين الذي يحمل القمر الصناعي ثلاثمائة وواحد وبعد ساعات أمل سيتم الإطلاق لأشرح لأسادة المشاهدين أهمية هذا الإطلاق أننا ننتظر ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هي الإطلاق هذا الصاروخ لمدة ثلاث ثواني هي الأهم في خروج هذا الصاروخ بأمان من هذه القاعدة ثم ننتظر هذا الاحتفال الأول بإذن الله بلنحتفل بخروجه في أول ثلاث ثواني ثم ننتظر لحوالي اثنتين وثلاثين دقيقة حتى خروجه من الغلاف الجوي من الأرض إلى الفضاء وتنفصل أو ينفصل القمر الصناعي المصري عن الصاروخ ويبدأ بالدوافع كما يقال عليها أو شرائح الدفع أن تصل بهذا القمر للمدار المخصص للتجربة وهذه تأخذ عدد من الأيام وقد تصل لأسابيع ثم يصل للمدار الخاص به يتم إجراء به الاختبارات نحن نعلم في هذا التوقيت لن يقف القمر مئتان وواحد عن العمل بل سيستمر في العمل حتى تنتهي عملية الاختبار